اهلا وسهلا بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح نتكلم عن خمسة افلام خمسة افلام خمسة افلام تدور احداثها حولها السفر عبر الزمن او التلاعب بالزمن الخمسة الافلام هذه من اختياري الشخصي وكعادتنا في بداية كل سلسلة لازم نقول انه ايش هذا راح يكون جزء اول وراح يكون فيه اجزاء قادمة ان شاء الله في المستقبل برضو افلام عبر الزمن وافلام السيرة ذاتية والاشياء اللي بدأنا فيها فعلى كل حال اذا انت من الناس اللي تحب فيلام السفر عبر الزمن والخيال العلمي بشكل عام لا تنسى تضغط لايك على هذا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين وبالمرة شيك على زر الاشتراك واجرس التنبيهات وفعلهم كذا وتأكد انك مشترك اوكي اوكي عشان لايطول الفيديو خلونا نبدأ الفيلم الاول سورس كود جاك ييلون هال يصحى في قطار ويتفاجأ انه قاعد يعيش حياه مش حياته او انها حياته بس مو داري فقد الذاكرة ولا ايش اللي صاير بالضبط رح تكتشف بعدين بس المشكلة اللي صايره هنا انه جاك ييلون هال عالق في حقبة زمنية مدة عشر دقائق يموت يرجع يعيش من جديد يموت يرجع يعيش من جديد يا جماعة اسعفوني بعدين يكتشف انه تم ارساله عبر الزمن على شاس يحل مشكلة صارت داخل هذا القطار للامانة ممكن تشوف انه الفكرة متكررة او قد حصلت في افلام كثيرة لكن السيناريو والقصة والاحداث وتمثيل جاك ييلون هال اعطنكها خاصة لهذا الفيلم فيب الفيلم الاول هذا سورس كود لازم تشوفه الفيلم الثاني لوبر في زمن ما في المستقبل البعيد تم ابتكار الات الزمن خلاص الات الزمن يا جماعة اخترعناها اوكي بسم الله نجربها لا ينهر اسود هذه بتودين افداهية محظورة تم حضر الات الزمن في كل مكان في العالم يا اخوان اوكي اوكي بس من اللي سيطر عليها بعدين المافيا وعد الله وكيلك ايش حتسوي المافيا بهذه الالة افكار تلحس المخ تخليك تقول يانها رزرة من جد لو صار فيه الالة زمن حتصير الدنيا فوضى حتصير الدنيا سبهللة فلايفودكم هذا الفيلم للمانة لانه جدا ممتع وبرضه راح يلحس مخكم لا لا مو لحظة مخ كبيرة ولكن يعني راح يخليكم تشغلوا دماغكم شوي الفيلم الثالث Age of Tomorrow برضو نرجع نعيد نفس الكلام افلام السفر عبر الزمن قد تتفق في نقطة واحدة وتلاقوا فيه كذا فكرة رئيسية وبعدين تتشعب منها افكار الافلام توم كروز عالق في حقبة زمنية اثر اشتباكم مع احد المخلوقات الفضائية اللي غازت الارض فبمجرد ما يموت يرجع عيد الزمن مجديد لكن الفكرة انه مو عالق في حقبة زمنية معينة ولكن ايا كان السبب ممكن يعيش عشرين سنة ويرجع يموت رح يرجع عيد نفس اليوم اللي اكتسب فيه هذه القوة يرجع يروح يموت بعد يوم يموت بعد ساعة رح يرجع يعيد نفس الزمن الجديد فيبدأ يحاول يساعد البشرية ويستخدم هذه القوة ويوظفها في مساعدة البشرية من التخلص ومن الكائنات الفضائية اللي غزت الارض سمعت انه فيه جزء ثاني نازل من هذا الفيلم ولكن ما تحدد تاريخه الى الان بالضبط ولكن بمجرد ما يتم تحديد تاريخه اكيد رح تلاقوه في صفحتي في انستجرام الفيلم الرابع شوف ما عرف كيف اشرح لكم الفيلم ذا لكن هذا من الافلام اللي تخلصها وانت انا فهمت بس ما فهمت لكن اتوقع ان فهمت تدري خلينا شوف الفيلم ثاني ياب هذا النوع من الافلام ما انا عرف كيف اعطيكم قصة عشان تفهموه ولكن حصلت عملية ارهابية في زمن ما فبطل الفيلم هذا يتم ارساله الى هذا الموقع عبر الزمن عشان يوقف الانفجار لما يوصل هناك يكتشف انه فيه ناس ثانين مسافرين عبر الزمن يا جماعة لغوصة لغوصة لا كذا يمسك دماغك الكاتب ويساويوه يعصره زي المنشفة المبلة لك هذا ببساطة فاذا انت من الناس اللي تابعوا الفيلم وتتوقع انك فهمته ياليت فيدنا في التعليقات هو شوفه قابل للفهم ولكن صعب انك تفهم يعني بغالك تقرأ وتشوف مراجعات وتحليلات بعدين تربط التايم لاين كده مع بعض عشان تفهم الفكرة الفيلم الخامس والاخير جبت لكم الفيلم هذا من السينما الاسبانية وللأمانة الفيلم هذا يتميز عن باقي افلام السفر عبر الزمن لانه يتكلم عن الزمن كتداعيات يعني لو لعبنا بشي بسيط في مسار الزمن العام للكرة الارضية ايش الاشياء اللي راح تترتب على التلاعب البسيط هذا فهمتوا علي ففي بنت في المستقبل او في الحاضر تتكلم مع طفل في الماضي عن طريق شاشة تلفزيون التواصل البسيط هذا اللي يصير بينهم يقلب حياتها رأسا على عقب تصحى من النوم كل شي اختلف كل شي اختلف بسبب التواصل البسيط هذا للمانا الفيلم من أفلام المميزة ورح تشوفوا فيه البروفيسور ولكنه سبيكة هنا يعني مش بروفيسور على كل حال فيلم ممتع واحداثه تمشي ببطء شوية وهداوة فلا تتوقع انه فيه فيلم وحماس لا بس انه الفكرة والقصة والاحداث رح تشدك ورح تخليك تتابعه الى النهائة هذه كانت خمسة افلام تدور احداثها حول السفر عبر الزمن اكتبوا لي في التعليقات اذا عندكم افلام برضو تتكلم عن السفر عبر الزمن ونتبهوا نتكلم عنها في حلقات قادمة وبس الى هنا نكون وصل لنهاية الفيديو لا تنسى تضغط لايك زي ما قلتلك وتأكد انك مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وانشر الفيديو يمين ويسار وفي اي مكان تقدر تنشره كان معكم الوجيه في امان الله